أريد أن أهنئ أحبائنا المسلمين بعيد الأطحى كل عاموا أنتوا بخير لكن من ناحية تانية فيه يعني فعلا شيء محزن حصل من أيام قليلة جدا يمكن كتير ناس شافت الفيديو بالمناسبة داعش في دير الزور ذبحوا شباب ذبح الخرفان كأنه بقدموا ضحية لالله وطبعا فكرة الضحية عشان يرضي الله رح نتكلم عن هذا الموضوع بعد قليل فهذا بيقودني لسؤال من اثنين الشيء الأول إذا هذه ضحية بقدم ذبائح بشرية بشر عن تذبح حتى يرضي الله لأنه هذه الزبائح كانت بتعبيرات بيقتبسوا من أقوال التاريخ وأيضا نصوص قرآنية وأيضا طبعا بهنء وبعد في هذا الموضوع فهذا بيقودني طبعا للسؤال الأول إذا هذا الشيء إسلامي فإذا هل ممكن نقبل في هذا الشيء في هذا القرن الحادي والعشرون لكن على الأرجح طبعا أريد أن أقول أنا اللي شفته أو اللي عرفته أن هاي فكرة مثل ما بسموها كولت يعني بدعة هذه البدعة لها جذور طبعا في القديم الأيام الوثنيين القدماء كانوا بقدموا ذبائح بشرية في الأراضي المقدسة في الأردن اليوم كان في عبادات قديمة للإله مولوك والإله مالكوم اللي كانوا بقدموا فيها ذبائح بشرية حتى يرضوا الآلهة فأنا لا أعرف أي آلهة تتبع داعش على أي حال هذه الآلهة الكتاب المقدس بسميها عبادة شياطين فإذا صارت عبادة الشياطين من خلال تقديم الذبائح في هذا العصر فنحن مشكلة كبيرة إذا قدموها من ناحية دينية عندهم التبكيت الدين بيعملوها حتى يرضوا الله فمشكلة أصعب وأكبر في هذه الأيام أي نوع إله تتبع أي نوع إله تعبد أي نوع إله اللي بيطلب ذبائح بشرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر